وقع الثوار داخل حي الوعر ونظام الأسد برعاية الروسية اليوم الاثنين اتفاقا حول الحي المحاصر بمدينة حمص ويقضي بخروج المقاتلين والمدنيين منه ليتكرر مجددا مشهد تهجير السوريين من مناطقهم ولتصبح مدينة حمص خالية تماما من أي وجود لقوات المعارضة نشطاء اعلاميون قالوا ان اللجنة المفوضة عن حي الوعر لم تنهي اجتماعاتها بعد ولم تعلن عن الاتفاق بشكل كامل لكنه قال ان الخطوط العريضة للاتفاق تقضي بخروج المدنيين والمقاتلين على دفعات لافتا ان اول دفعة ستخرج من حي الوعر يوم السبت القادم الاتفاق يتضمن ايضا ان كل دفعة تشمل من 1200 الى 1500 شخص على ان يرافق كل دفعة نحو 400 مقاتل من الثوار مرجحا ان يتراوح عدد الذين سيخرجون بين 15 الى 20 الف شخص كما اشارت المصادر الى ان خروج المدنيين والمقاتلين سيتواصل نحو شهرين حيث من المتوقع ان ينتهي منتصف الشهر الخامس من العام الحالي ويتضمن الاتفاق ايضا السماح لمن يريد البقاء بالحي بعمل تسوية مع النظام مشيرا الى ان روسيا تعهدت بنشر شرطة عسكرية تابعة لها مدة ثلاثة اشهر بعد خروج اخر دفعة من مدنيين ومقاتلين من الحي لتدخل بعدها قوات تابعة للنظام تدير الحي ومن المتوقع ان تكون وجهة المهجرين من الحي الى ريف حمص الشمالي وادلب ومدينة جرابلوس بريف حلب ويعيش في حي الوعر المحاصر نحو 50 الف نسمة وهم محاصرون منذ قرابة اربع سنوات وسط حملات عسكرية ضد مناطقهم ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا